السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي أهلا بكم النهاردة نحن لتدريبات الأضواء على نص الاستماع كن ولا تكن من منهج اللغة العربية الجديد للصف السادس الابتدائي لفصل الدراسي الأول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم قولي جديد والضغط على زر الإعجاب تدرب نص الاستماع كن ولا تكن أنشطة الأضواء على نص الاستماع نشاط رقم واحد استمع إلى الفقرة ثم أجب أنيقرأ الفقرة مع بعض كن متفائلا فالمتفائل أقصر الناس سعادة فهو يرى الحياة جميلة بخلاف المتشائم الذي لا يرى شيئا في الحياة جميلا كما أن التفاؤل هو الضوء الذي ينير لنا طريقنا في الظلماء ويساعدنا على أن نعيش حياة تملأها المحبة ويجعلنا نحقق أحلامنا وآمالنا ولا تكن متهاونا فالتهاون هو التغافل عن أمور عواقبها وخيمة فتمر على الأخطاء مرور الكرام فتتهاون في حقوق الآخرين وتتهاون في إهدار الوقت في أشياء لا فائدة منها وتتهاون أيضا في إطلاق شائعات عبر منصات التواصل بعدما قرر الفقر مع بعض نشوف الأسئلة ألف اختر المعنى الصحيح لما تحتوخ التفاؤل هو الضوء الذي ينير لنا طريقنا هنا عندنا ينير معناها يشرق يزين يضيء يتجمل يبا ينير معناها يضيء فنختار يضيء في رقم باء ضع علامة الصح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد يساعدنا التفاؤل على أن نعيش حياة تملأها المحبة العبارة صحيحة طب رقم اثنين إهدار الوقت في أشياء لا فائدة منها أمر محبوب العبارة خطأ في رقم جيم يقولك لماذا ينصحنا الكاتب بأن نكون متفائلين إذن عندنا من الفقرة لأن التفاؤل ينير لنا طريقنا ويساعدنا على أن نعيش حياة تملأها المحبة ويجعلنا نحقق أحلامنا وأمالنا كما أن المتفائل أقصر الناس سعادة كما أن المتفائل أقصر الناس سعادة فهو يرى الحياة جميلة لأن التفاؤل ينير لنا ويساعدنا على أن نعيش حياة تملأها المحبة ويجعلنا نحقق أحلامنا وأملنا كما أن المتفائل هو أقصر الناس سعادة فهو يرى الحياة جميلة طب رقم دال من خلال فهمك للفقرة هات أمثلة للتهاون إذن عندنا التهاون في حق الآخرين التهاون في حقوق الآخرين والتهاون في إهضار الوقت في أشياء لا فائدة منها إذن الإجابة من الفقرة التهاون في حقوق الآخرين التهاون في إهضار الوقت في أشياء لا فائدة منها والتهاون في إطلاق الشائعات التهاون في إطلاق شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي في رقم ها بين سبب رسم الهمزة على ما رسمت عليه في الكلمات الآتية هنا عندنا أول كلمة معنا المتشائم الهمزة مقصورة وما قبلها ألف مد التفاؤل الهمزة مضمومة وما قبلها ألف مد تملأها الهمزة مضمومة وما قبلها مفتوح نشاط رقم اثنين استمع إلى الفقرة ثم أجب كن متحمسا الحماس هو القوة الدافعة وراء النجاح وهو الوقود الذي يدير المحرك والدافع أيضا لتحقيق أي مشروع فحافظ على هذا الوقود السميني واجعل حماسك لتحقيق أهدافك طاقة متجددة تتجدد مع طلوع شمس يوم جديد ولا تكن مشدود الأعصاب فالأعصاب المجدودة لا تجعلك تفكر جيدا كما تجعلك دائما التوتر وهو ما يسبب لك مشكلات صحية ونفسية واجتماعية ولكي تتخلص من هذا التوتر عليك أن تمارس الرياضة وتخصص وقتا للإسترخاء ألف اختر المعنى الصحيح لما تحتوخ عليك أن تخصص وقتا للإسترخاء للإسترخاء الإسترخاء معناها اللهو الراحة الصفري الفسحة يبهن عندنا الإسترخاء معناها الراحة فنختار الراحة في رقم با أكمل ما يأتي واحد اجعل حماسك لنغط طاقة متجددة فنقول إجعل حماسك لتحقيق أهدافك نكتب هنا تحقيق أهدافك نكتب هنا تحقيق أهدافك رقم اثنين الأعصاب نغط لا تجعلك تفكر جيدا يبقى الأعصاب الأعصاب المجدودة نكتب هنا الأعصاب المجدودة لا تجعلك تفكر جيدا رقم جيم وضح المقصود بالحماس وفقا للفقرة فنكتب نقول الحماس هو القوة الدافعة وراء النجاح يبقى الحماس هو القوة الدافعة وراء النجاح وهو الوقود الذي يدير المحرك والدافع أيضا لتحقيق أي مشروع يبقى الإجابة من الفقرة هو القوة الدافعة وراء النجاح وهو الوقود الذي يدير المحركة والدافع أيضا لتحقيق أي مشروع طب رقم إجدال بيقول لك ما نتيجة التوترين نتيجة التوتر يسبب للإنسان مشكلات صحية ونفسية واجتماعية يسبب للإنسان مشكلات صحية ونفسية واجتماعية في رقم ها أكمل بعلامة الترقيم المناسبة واحد تحدث الوزير قائلا يبقى هنا عندنا قائلا قال أو يقول يبقى نضع نقطتين فوق بعض يبقى نضع هنا نقطتين فوق بعض سنتخطى الأزمة طب رقم اثنين طاعة الوالدين فيها كل الخير يبقى هنا جملة منتهية نضع نقطة نشاط رقم ثلاثة استمع إلى الفقرة ثم أجب نقرأ مع بعض الفقرة كن حكيما فالحكيم هو الذي يفكر جيدا قبل أن يتحدث وعندما يتحدث فهو يتكلم في الوقت المناسب بالكلام الملائم ولا يحكم بما يسمع فقط ولكن يحكم على ما يرى كما أن الحكمة هي أن تبتعد عن التصرع والتقليد الأعمى للآخرين كن متواضعا فالتواضع خلق إنساني نبيل وذلك لأن الإنسان المتواضع هو الذي يرى كل ما يفعله وينجح فيه بسيطا ويمكن أن يكون هناك من هو أفضل منه وبذلك سيكون له مكانة فاضلة عند الناس المحيقين بهم وسيعل شأنه بينهم لأخلاقه الحميدة وتواضعه النبيلي بعد ما قلنا الفقرة نشوف مع بعض الأسئلة ألف اختر المعنى الصحيح لما تحته خط من الحكمة أن تبتعد عن التصرع التصرع معناه الاستعداد الاستعجال الاقبال التهور يبقى التصرع معناها الاستعجال فنختار الاستعجال في رقم باء ضع علامة الصح أمام العبارة الصحيحة وعلامة الخطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد الحكمة هي أن تبتعد عن التصرع والتقليد الأعمى للآخرين العبارة صحيحة طيب رقم اثنين الإنسان المتواضع ينخفض شأنه بين الناس العبارة خطأ في رقم جيم من الإنسان الحكيم إذا الإجابة من الفقرة هو الذي يفكر جيدا قبل أن يتحدث وعندما يتحدث فهو يتكلم في الوقت المناسب بالكلام الملائم ولا يحكم بما يسمع فقط ولكن يحكم على ما يرى ولكن على ما يرى ولكن على ما يرى إذا عندنا نقولها الثاني هو الذي يفكر جيدا قبل أن يتحدث وعندما يتحدث فهو يتكلم في الوقت المناسب بالكلام الملائم ولا يحكم بما يسمع فقط ولكن على ما يرى وتبقى الإجابة من الفقرة طيب هنا رقم دال لماذا يعد التواضع خلقا نبيلا لأن الإنسان المتواضع هو الذي يرى كل ما يفعله وينجح فيه بسيطا لأن الإنسان المتواضع يرى كل ما يفعله وينجح فيه بسيطا ويمكن أن يكون هناك من هو أفضل منه ويمكن أن يكون هناك من هو أفضل منه في رقمها اكتشف الخطأ في كل جملة ثم صوبهم ألف المدرب يهنئ اللاعبين بالفوز إذا هنا عندنا الخطأ المدرب يهنئ هنا الهمزة على ألف لينة مش يا إذا نشير نقطتين دول الهمزة على ألف لينة دعا برقم اثنين نحقق المستحيلة بالإرادة الخطأ هنا عندنا كلمة الإرادة بالدال مش بالضاد إذا نكتب الإرادة بالدال مش بالضاد نشاط رقم 4 استمع إلى الفقرة ثم أجب ولا تكون عنيدا فالعناد هو أن تصر على رأيك وتتشبث به وإن كان خطأا ولا تحاول إعادة التفكير أو الاستماع للآراء الأخرى وهذا يعرضك للهلاك فما خالط العناد شيئا إلا أفسدهم ولا تكن خاضعا فالخضوع هو أن تشعر بأنك أقل قيمة من الآخرين ولذلك دائما ما تسعى لإرضائهم من أجل الإحساس بالهناء والسعادة والصقة بالنفس فالخاضع يتنازل عن سعادته مقابل إرضاء الآخرين نشوف الأسئلة ألف اختر المعنى الصحيح لما تحتأخذ الخاضع يتنازل عن سعادته يتنازل معناها يتهاون يتخلى يقصر يغفل إذن عندنا يتنازل معناها يتخلى فنختار يتخلى في رقم با أكمل ما يأتي واحد العناد هو أن نغط عن رأيك وتتشبث به وإن كان نغط فنقول العناد هو أن تصر نكتب هنا تصر على رأيك وتتشبث به وإن كان خطأا يبن نكتب هنا خطأا تصر وخطأا رقم اثنين الخضوع هو أن تشعر بأنك نغط بأنك أقل قيمة من الآخرين يبن نكتبه أقل قيمة من الآخرين طب رقم دال ما عاقبة العناد عاقبة العناد يعرضك للهلاك يعرضك للهلاك بيعرض الإنسان للهلاك يعرض الإنسان للهلاك طب رقم ها اختر الصواب واحد نغط يصق الجميع به هل الصادق الصادق همزة على ألف ولا ألف من غير همزة فنختار ألف لا من غير همزة الصادق رقم اثنين الدولة نغط على رعاية زو الهممين هل تحرص بالطه ولا تحرص بالتاء فنختار تحرص بالتاء الدولة تحرص على رعاية زو الهممين وبكده كنا نصنع معكم من نهاية درس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة